إذن نافذة جديدة من أسبوع أبوظبي للاستدامة نخصصها للحديث مع ضيفي هنا جو كايزر وهو الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة سمنز العالمية مرحبا بك على شاشة سكاي نيوز عربية أبدأ وإياك بمشروعكم للعراق إنارة العراق المشروع صار عنده بعض الدليل بالفترة الأخيرة حدثنا كيف إنجاز المشروع وهل بسبب التأخيرات بدي يكون في تغيير ربما بالتايم فريم الذي وضعته سمنز للمشروع أولا أود الإشارة إلى مدى متناني وفخري بتمكننا من مساعدة الشعب العراقي في الإمدادات الكهربائية وهذا شبيه بما فعلناه في مصر فالمشروع مثل نقطة نجاح مهمة جدا نظرا للتوترات الجيوسياسية التي أدت إلى بعض التأخيرات لكن سنستمر بالمشاريع الواحدة والأخرى بدأنا بالمرحلتين الأوليتين من خريطة طريق لمد الإمدادات الكهربائية وسنبدأ بتنفيذ كل المشاريع بناء على الاحتياجات الأمنية التي ظهرت خلال فترة التوتر بين العراق وإيران وبطبيعة الحال الولايات المتحدة هل هناك تايم فريم جديد الآن لتنفيذ المشاريع؟ نملك الموارد في العراق وسنبدأ بالعمل من الجنوب فالأمر أسهل من الشمال حيث الوضع معقد بعض الشيء نظرا للمخاوف الأمنية لكن بدأنا بتصنيع التوربينات والمعدات كي لا نواجه أي تأخير ولكي نتمكن من أن نلحق بالتأخير الذي فرض علينا نتيجة الأحداث الجيوسياسية نحن جاهزون للانطلاق وممتنون وفخورون ونعلم كيف سنستمر بهذا المشروع الذي قد يشكل خبرا جيدا بالانتقال إلى مصر الآن ملفت بالتأكيد المشاريع التي قمتم بها الآن هناك خطة من الحكومة أن يتم بيع أحد أو ربما أثنين من محطات توليد الكهرباء التي قامت سمنز بإنشائها لمستثمر خاص كيف تنظرون إلى هذه الخطة؟ وبين رأيك هل هي موضوع إيجابي؟ شخصيا أعتقد أن مشروع الحكومة لاستعادة الأموال ذكي جدا فقد قيل أنه سيتم استخدام الأرباح التي سيحققونها في تعزيزات جديدة ومستدامة ويملكون الآن قدرات فائضة وسيبيعون هذه الطاقة لأطراف ثالثة إذن هذه فكرة ذكية جدا لكن في النهاية على الحكومة تقرير ما هو الحل الأنسب للشعب المصري وأعتقد أن الموضوع حيوي ولكن ربما سيمكنهم من تصدير هذه الكهرباء للقارة الأفريقية ودول مثل السودان وغيرها لكن نحن بالانتظار لمعرفة ماذا سيحصل ويشير هذا إلى مدى تميز قصة النجاح مشاريع سمنزلها إلى الآن الترند الجديد هو الاستثمار بالطاقة المتجددة أين ترى سيمونس فرص استثمارية في المنطقة ضمن هذا القطاع؟ في المنطقة دول واقتصادات قوية ويساعد قطاع النفط والغاز هذه الدول على در الأموال للاستثمارها في الأجيال المقبلة من الطاقة ألا وهي الطاقة المتجددة والمستدامة بالإضافة إلى التعليم والتدريب والابتكار؟ وبالتالي أعتقد أن الإمارات بشكل خاص تركز كثيرا على جيل المستقبل في البلاد والأمر صحيح أيضا بالنسبة للسعودية مع مشروع الرؤية 2030 إذن تحاول جميع هذه الدول فهم ما هو ضروري بغية تحسين وتطوير هذه الدول وهذه المنطقة للأجيال المقبلة وهذا قرار حكيم تشرفت بالتحدث مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد صباح اليوم وأجرينا مناقشات بشأن هذا الموضوع وقلنا أنه علينا العمل معا لبناء البنى التحتية للأجيال القادمة وهذا بالطبع أمر يروقني جدا يسرني رؤية مشاريع مماثلة في هذه المنطقة العربية في حين تعاني دول أخرى للحصول على حاجتها مثل العراق التي بحاجة إلى إعادة البناء فالشعب العراقي أيضا يستحق مستقبلا مشرقا إذن الأمر يعتمد على أين نحن بيد أنني أؤمن أن الرؤية والطموح لتحضير المنطقة للأجيال المقبلة أمر مهم جدا وبالحديث عن هذا الموضوع كونكم أيضا شريك استراتيجي في إكسبو 2020 في دبي حدثنا عن مشاركة سيمونز بالطبع نتطلع قدما لمعرض دبي للعام 2020 لأن سيمونز ستوفر المنصة التشغيلية برمتها للمعرض بأكمله وما إن تدخل المعرض حتى يتم الاتصال بشبكة سيمونز إذن نحن ندير المعرض من خلال المنصات الرقمية ونحن جدا متحمسون لهذا المشروع وقررنا أننا سنحضر مؤتمر سيمونز للأعمال إلى المعرض هنا في دبي وسنختار أفضل 500 مدير أعمال عالميين من خلال سيمونز ميت كما سنعمل على فعاليات أخرى في دبي وهذا أمر نجابي ومهم جدا لشركة سيمونز إذن بهذا نصل إلى نهاية هذه النافذة أعود أديكم الآن في استوديوهاتنا في أبوظبي ترجمة نانسي قنقر